الملك محمد السادس يهنئ الملكة شارس الثالث عاهل المملكة المتحدة بمناسبة اعتلائه العرش دولينا الاتحاد الأوروبي يعالق اتفاقية تسهيل اصدار تشيرة شينغن للمواطنين الروس وفي رياضة مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي يكشف عن الهيحة الرسمية لوسود الأطلس استعدادا لوديات تشيري والباراقواي وزياش أبرس العائدين مساء الخير مشاهدين نشرة الأخبار من كاف فاند كاتخ بطنش أهلا بكم بعث الملك محمد نسادس برقية تهنية من الملك شارلز الثالث بمناسبة اعتليه عشر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية وعرب جلالة الملك بهذه المناسبة باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أطيب أتهاني لعاهلة المملكة المتحدة متمنيا لجلالته أهدا زاهرا ينعم في ظله بلده بوافر الرقي ورخاء وقال جلالة الملك في هذه المرقية إن علاقات الصدقة والتعاون الوثيقة التي نسجها بلدا على مر العقود والتي ما فتئت تترسخ يوما بعد يوم بفضل الثقة المتبادلة والإرادة الدائمة للدفع بها قدما نحو الأفضل لمبعث اعتزاز كبير لنا بالمملكة المغربية وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك لعهل المملكة المتحدة مدى حرصه على مواصلة العمل سويا معه من أجل دعم هذه الدينامية القوية وإثراء الرصيد العريق للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في مختلف المشالات في خبر آخر أعلنت وزارة واشؤون الخارجية بالطوغو عن دخول اتفاقية إلغاء تأشيرة بين طوغو والمغرب حيث تنفيذ الجمعة وقالت الوزارة في بيان تنهي وزارة واشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والطوغوليين بالخارج إلى عام المواطنين الطوغوليين أنه ابتداء من هذا اليوم يدخل حيث تنفيذ بشكل رسمي اتفاقية الحادي والعشرية من يوليوز 2022 المتعلقة بإلغاء تأشيرات لفائدة حامل جوازات سفر عادية بين جمهورية التوغو والمملكة المغربية في هذا الصدد دعا وزير الشؤون الخارجية بالطوغو روبرت دوساي أي مواطن يحل بالتراب المغربي للانتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة يذكر أنه في يوليوز الماضي وقع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والطوغوليين بالخارج روبرت دوساي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمة بالخارج ناصر وريطة اتفاقية تتعلق بالغاء التأشيرة لفائدة مواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر عادية وفي سياق التأشيرات هذه المرة دوليا حيث فقد المواطنون الروس بحلول اليوم الاثنين إمكانية الحصول على تأشيرات بموجب اتفاقية تسمح لهم بسهولة اسميا الوصول إلى منطقة شينغل التي تتضمن تتين وعشرين دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فضلا عن أربع دول أوروبية أخرى وكان المجلس الأوروبي قد تبنى الأسبوع الماضي مقترحا لتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا ستقلص هذه الخطوة بشكل كبير عدد تأشيرات التي تصدر للروس من أجل دخول منطقة شينغل كما ستزيد رسوم طلب الحصول على التأشير من 35 إلى 80 دولار وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعاملات الورقية وقد يؤدي تشديد القواعد إلى رفض طلبة التأشيرات وحتى إلغاء التأشيرات الحالية يشارل أن اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا دخلت حيزة في عام 2007 على الرغم من تعليقها لرجال الأعمال وممثلية الحكومة والديبلوماسيين بعد فترة وجهزة من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير الماضي وفي تطورات الحرب الأوكرانية قال الشيش الأوكراني اليوم الاثنين أنه سيطر على 20 بلدة إضافية في مقاطعة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية بعد أعلن في وقت سابق استعادة 3000 كم مربع من الأراضي في هذه المنطقة الواقعة شرقي البلاد وقد أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أمرت على الأرجح قواتها بالانسحاب من خاركيف مؤكدة أن الجيش الأوكراني تمكن من استعادة أراضي في المنطقة تبلغ مساحتها ضعفي مساحة لندن الكبرى على الأقل وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر أن النجاحات الأوكرانية السريعة لها تضعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جوية ومدفعية لقوات الدعم الأوكرانية في محور خاركيف وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن خسائر الجيش الأوكراني في الأيام الخمسة الماضية على محوري خاركيف وميكولايف تجاوزت أربعة آلاف قتيل رياضيا أعلن وليد داري جراجي مدرب المنتخب الوطني اليوم الاثنين عن اللائحة المستدعات للمعسكر الإعدادي القادم بإسبانيا استعدادا لمواجهة منتخبي تشيلي وباراقواي بمدينة إيبار شرون ويشبيليا نهاية الشهر الجاري والتي عرفت عودة كل من حكيم زياش وينسب الهندى وصدع أسماء جديدة لأول مرة سواء في البطولة الوطنية أو في أوروبا ووجهة ريقراجيا دعوة إلى الحارس ياسين بونو ومونير الكجوي المحمدي وأنس زنيتي ومحمد ريدا التكنوتي إلى جانب أشرف حكيمي وحمد المساوي ويحيى عطية الله ونصير مزراوي كما تضمنت اللائحة غانم سايس وبدر بنون وسامي مايي وأشرف داري وجواد اليميق إضافة إلى عبد الحميد صابري ويحيى جبران وأمين حارث وينسب الهندى عزدين وناجي وإلياس شاعر وسوفيا المرابط وسليم أملح وفي الشق الهجوم يختار الرقراجيا العابين عبد الصمد الزلزولي ووليد شديرة وريان مايي ومونير الحددي ويوسف المصيري وسوفيا المرحيمي وإيوب الكعبي وزكريا أبو خلال إذن بأخبار أرياض مشاهدين نصل وإياكم إلى ختم هذه الجولة الإخبارية لمزيد من الأخبار دائما نزوروا مقارنة الإلكترونيكا بفنكا شكرا على انتباهكم في أمانك اشتركوا في القناة